بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم إخواني الأعزاء ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد بمثال User Login في الدروس الماضية تحدثنا عن عملية Registration لل User كيف مندخل User للجدول وأيضا حكينا عن عملية تشفير الباسورد. أما في درس اليوم سوف نتحدث عن عملية الولوج إلى البرنامج نحن هنا أنشأنا وجهة Login وأنشأنا وجهة انترفيس اعتبرنا أنه هي الوجهة الرئيسية للبرنامج لمن خلال Login هنولج إليها فبال Login نحن في عنا هون مربعين نص User Name والباسورد. إذا كان طبعا User Name والباسورد الفكرة هل نحكي أول شيء الفكرة العامة عن عملية ال Login أولا في عنا User Name والباسورد User Name والباسورد قيمهم أو بياناتهم موجودة بالجدول User ماشي الحال؟ اللي بده يصير أنه المستخدم لو بيحط اسم اليوزر و بيحط الباسورد إذا كانت هذه البيانات متطابقة مع البيانات الموجودة كيوزر نايم أو باسورد في الجدول User فهتتم عملية Login والعكس هيتلع عنا ميسج هدا الميسج هيفيد المستخدم انه في خلل باليوزر نايم في خطأ باسم اليوزر نايم أو بالباسورد و خلينا هلأ نروح نشوف عمليا كيف هتصير هدي الفكرة هنيجي طبعا كله هدا بتقنيات link to sql هنيجي على ندخل على الاوكي طبعا أول شي عنا هوم هنيجي ننشئ object لقاعة البيانات لحتى لنقدر نتعامل مع قاعة البيانات و المحتوياتها فهنيجي نفس الشي هنقل له User Data Context هسميه Context يساوي New User Data Context و هنيجي نقول هون أول شي هنعمله انه نشفر طبعا الباسورد لحتى لصير في تطابق لابد ان نرجع كمان نشفر هون الباسورد لحتى لصير في تطابق اذا ما شفرنا الباسورد ما هيصير في تطابق و هيصير في خطأ حتى لو حطت كلمة السر صحيحة ماذا الحال فنفس الشي هنقل له S أو String S و هنقل له هون انه ال S بساوي underscore operation و dot encrypt password نفتح bracket و نقل له انه dxt password.text و نجي نهون منقل له انه عفوا منقل له انه user نحط الوجيكت له user context dot user dot where هنستعمل الكريتيريا هون بهذا العملية مش الحال هنستعمل شو الكريتيريا وهستعمل ايضا اللامدة هاقل له C يساوي اكبر من C dot هن user name user name بساوي شو txt email txt username dot text and and c dot user password شو بساوي txt password dot text و dot single نحن بدنا email واحد dot show dot single txt طيب كتير جميل هنجي هون نحط condition هنقل له اذا كان if هم خلينا نحط كمان الجملة كله ب try لانه ممكن اذا رجع null values ما يعطينا error try و نجيب نقل كله نحطه هون dot try و نقل له هم if طبعا هو اذا ملئ ال user و ما كان فيه تطابق هيعتبر انه ال image null لماذا الحال؟ هيعتبر انه ال image هو null هنجي نقل له هون if user not equal null هم شو لازم ينفز لازم نقل له انه form interface form one equal new form interface اوكي يعني form one dot show وفي حال كانت ال image null فحنيجي نحط هون بالكاتش نقل له message box اوكي message box dot show code وحبت subject title و نجن قل هنا user name or password is invalid is invalid اوكي ونحط error و هون نحط message message box buttons dot buttons dot ok on message box icon dot error اوكي اوكي و نحط ال password دي هي seven eight nine four five six و نقل له اوكي 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 نجي لعننا لهون solution على هذا ال program و نحط يقل عن ال form two اوكي و نقل له start هلأ هنيجي نحنا نحط user one و نحط ال password اللي له seven eight nine four five six بس قبل ما ننفذها خلينا نجي على the form two و نحط ال password تكون نجمة باية الشكل start هنيجي نقل له user one seven eight nine four five six و نقل له اوكي حيئنا username or password password is invalid يمكن نحطين كلمة السر خطأ طيب خلينا نجي نعمل register باشي user two nine stop نجي على programs form one start خط لصلا user two two حط password one two three four five six و نقل له اوكي حيعمل register close و نرجع نحط form two لنتكد و build solution و نقل له start هلحط user two حط لصلا one two three four five six و نقل له مرحط مرحط أحينا أحينا لاتي و نرجع اتوا لا لا one احسن tex password هدخ احبت بس حسن شفت الخطأ اللي صار هلأنيح اللي صار هيدا الغلاق احنا كان لازم نحط الاس اللي ويحمل الامت التشفير لتكست باسوورد txt password.txt هلأقله start هلأقلو user ونقل له اوكي فهيفوتنا على الانترفيس في حال حطينا مسلا اسم اليوزر مسلا غلط ونقل له او مسلا كان يوزر نيم صح في مشكلة بالباسوود ونقل له او كمان هيعطينا نفس المشكلة في حال كانت الباسوود صحيحة فهيفوتنا على الانترفيس هذا بالنسبة لعملية الدخول اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته